موسيقى السلام عليكم من قناة الميادين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر نستضيف اليوم من العاصمة السورية دمشق مسؤول الإعلام المركزي في جبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة الأستاذ أنور رجع صباح الخير أستاذ أنور صباح النور طبعا نبدأ من قرار السلطة الذي له علاقة بمخيم اليار موك في سوريا ما هي حيثية قيل الكثير طبعا ولكن أريد أن أسأل عن وجهة نظر حضرتك أو المعلومات إن كان هناك معلومات ما هي حيثية أو أسباب تغير موقف السلطة من أزمة مخيم اليار موك من حل عسكري إلى رفض لهذا الحل نعم يعني هذا القرار بصراحة ليس مفاجئا بالمعنى الاستراتيجي ليس مفاجئا بجوهري ربما المفاجئة بالشكل هذا التغير المفاجئة السريع السرع يعني الذي بدأ نعم نعم هذا أنه كلام الليل كما قيل ثبت تماما انطبق عليه مثل ما حصل مع السلطة ليلا جاءونا بموقف صباحا قبل صياحة ديك لحسوا مواقفهم وتبدل الأمر وبدأ وكأن هناك عصة سحرية قد فعلت فعلها لكن بصراحة ليس هناك عصة سحرية هذا الموقف هو النتيجة الطبيعية للواقع العربي هذا الموقف هو ليس موقف السلطة على اعتبار نحن نظلم السلطة إذا قلنا أن هذه السلطة تملك قرارها أن هذه السلطة تملك خيارها وبالتالي هي قادرة على أن تناور وتداور وتتخذ المواقف المناسبة للحركة السياسية العامة أو بما يخدم الشعب الفلسطيني واضح أنها هامش تحرك السلطة محدود وأن قدرتها على التعبير حتى عن ذاتها ضمن حدود ضيقة بما يتعلق بالشأن الضيق فلسطينيا بمسائل داخلية على مستوى الضفة الغربية أو العلاقة ما بين الضفة الغربية وغزة على مثال ما يحكى حكومة وفاق أو حكومة وحدة وطنية هذه السلطة وللأسف عاجزة هذه السلطة إن كانت بصراحة تريد أن تحتفظ بشيء من ماء الوجه عليها أن تعيد النظر بموقعها بمواقفها بمستقبلها لأن ما جرى أكثر من فضيحة ما جرى معيب مخيب لأمال بسطاء من الناس الذين راهنوا أن السلطة قد صحت من غفوتها وهي كانت تغفو غفوة أهل الكهف وأنها قد استيقظت أخيرا وأخذت موقفا على الأقل بما يتعلق بالجانب الإنساني في مخيم اليارموك وهو له بعد سياسي لأن الخلاف الداخلي الفلسطيني على معالجة مخيم اليارموك طال واسططال وجعلنا نبدو أضحوك أمام الناس حيث أن تقصد أستاذ أنور تقصد أستاذ أنور التصريح الذي تحدث عنه الأستاذ عبا الزكي وقال بأن السكوت جريمة عن مخيم اليارموك وكأن هناك انقسام في الموقف حتى داخل فتح طبعا هناك تباينات داخل فتح معروف وهناك أحرار داخل فتح وهناك قواعد داخل فتح ترفض ذلك ولكن فتح مختطفة لنكون دقيقين وصريحين يعني ما احترامي وتقديري لموقف عبا الزكي وموقف لا شك ينبع من وجدان وطني صادق إلا أن هذا لا يغير في المعادلة وما قال الطراوي كذلك الأمر هناك من يخرج ليزين الفحشاء في الموقف السياسي هناك من يدلي بدلوه ويعلو صراخه ويقدم السلطة على أنها إنجاز وطني تاريخي لشعبنا الفلسطيني هذه السلطة التي منذ أسلو حتى الآن تسير في حقول الخراب وتأخذنا إلى صحات تي وإلى المنافي وإلى البعد الدائم عن قضيتنا وتفكك عوامل القوة في قضيتنا ذلك بالعودة المباشرة إلى السؤال أرسل المجدلاني إلى هنا وقال ما قال وبلغ الحكومة السورية بأعلى مستوياتها وبل أنه عقد مؤتمر صحفي وفي هذا المؤتمر الصحفي قال بأنها حان وقت الحسم العسكري وهو أبلغنا قبل أن يأتي حتى في اتصال مع الدكتور طلال ناجي أنه آت إلى دمشق بقرار اللجنة التنفيذية عندما سئله قال قرار القيادة من القيادة؟ قال الرئيس واللجنة التنفيذية وضح تماما أن الرجل حمل أكثر من طاقته يعني خرج أحد أعضاء اللجنة المركزية بفتح وعلى قناة الميادين سلطان أبو العينين ليقول أن المجدلاني قد اجتهد أي مبعوث الرئاسي ووضوحه بصراحة الذي اجتهد في هذه المسألة هو السيد محمود عباس محمود عباس عندما شعر أن الكل يتحدث عن خطر داعش وعن الجرائم القادمة وأن الخارجية الأمريكية رفعت صوتها قال أنا لأرفع صوتي ربما هي مناسبة حتى لا يسبقني أحد فأنا مع الحسم تبين أن حسابات اجتهد هنا محمود عباس ولكن هناك أسباب بالتأكيد لهذا الاجتهاد أستاذ أنوار أن ينقلب الكلام على كلام مبعوثي للرئاسي هم قالوا أن مجدلاني اجتهد الواقع أن عباس اجتهد دون أن يأخذ بعين الاعتبار أن هذا الاجتهاد سيقعه في الورطة وكان ما كان فقيل له كما يضرب أي طفل على يده أن أخطأ إلى أين أين أنت ذاهب هذا الاجتهاد يتعارض مع العمليات العسكرية التي تخاض ضد سوريا هذا من شأنه أن يخفف من جبهة اليارموك المفتوحة ضد سوريا وفي ما لا يقال أن هذا جرح النازف المفتوح الذي يؤدي إلى مأساة دائمة وتهجير دائم ولا استنزاف الحال المعنوي وخلق الإحباط والتيئيس لدى المواطن الفلسطيني اللاجئ في سوريا وغير سوريا لأن اللاجئ خارج سوريا عندما يرى ماذا حصل بعاصمة الشتات أيضا سيصيبه شيء من الإحباط ذلك يجب أن يبقى هذا الجرح نازف ومفتوح وعلى محمود عباس أن يلزم حدوده فقيل له إن لم تصدر وفورا قبل أن يتفاعل هذا القرار موقفا معاكسا فلانا حديث آخر وبنفس الوقت أنت تشكو الآن من وضع مالي نحن سنفرج عليك فكان ما حكي عن 130 مليون دولار دفع أولى وعن نص مليون مليار عفوا 500 مليون هي وضعت في حساب في أحد البنوك لأنه كان يشكو دائما وبشكل مباشر من أن العدو الصيوني أو إسرائيل حكومة نتنياهو دائما تجعله محرجا في قصة الرواتب الآن طبعا كما تعلمون أن نتنياهو قد أفرج عن أموال الضرائب التي يحصلونها من لقمة عيش الفلسطينيين هناك أموال وهناك فتحة غزة أيضا قيل له نحن سنعيد حماس إليك وسنعيدك إلى غزة وبالتالي حتى هذا الوفد الوزاري الذي ذهب إلى غزة ليس بعيدا عن هذه الصيغة هناك تنسيق ما حماس جرى في هذا الشأن عبر تنسيق تم بين الدوحة والرياض هذه هي البانوراما ولكن شعبنا هو الذي يدفع الثمن وبكل أسف ومخيم اليارموك هو الذي ما زال يدفع الثمن ومأساة مخيم اليارموك هذا المخيم الذي اختطف واتخذ رهينة منذ أكثر من عامين كما تعلمون في 17-12 من عام 2012 تم اشتياح بربري لهذا المخيم المخيم نهب سرق والأخطر من ذلك وهذه يجب أن نركز عليها دائما أن هناك مليون ومتين ألف مواطن بين مواطن سوري وهم أكثر من مليون القسم الأكبر من سكان اليارموك وحوالي مئة وثمانين إلى مئة وستين عفوا ألف فلسطيني قد تشردوا قد ذهبت بهم عواصف هذا الربيع والخراب العربي إلى الأرصفة إلى المنافي إلى قاع البحار إلى الغل إلى الإحباط والتييس هذه هي المشكلة الأكبر ليست مشكلة يعني بات هناك مشكلة عودة إلى اليارموك يعني كما حاليا هناك مشكلة في مخيم نهر البارد في لبنان اللي عودت أيضا الفلسطينيين إليه هذا أولا ثانيا أستاذ أنور يعني كافية ممكن أن نقرأ حاليا المشهد في اليارموك إلى أين تتجه الأمور هناك هو عندما نقرأ اليارموك لأن الحدث ساخن ولكن واقع اللاجئين الفلسطينيين الفلسطينيين اليوم هذا الواقع المرير من لبنان مخيمات لبنان مخيمات البؤس مخيمات الحرمان المخيمات التي تحولت إلى جيتو بفضل السياسات العنصرية المتلاحقة لكل الحكومات اللبنانية دون استثناء على الإطلاق مخيم نهر البارد الذي دمر وسحق بحجة فتح الإسلام ولم يرأفه بأحد هنا صار في خطوط حمر لم نسمع صوتا للسلطة بمخيم نهر البارد لم نرى تلك المواقف التي تقول أوقفوا هدم وتدمير الإنسان الفلسطيني في لبنان بل نرى هذه الخطوط الناعمة المفتوحة وتبادل سفراء والحرص على دبلوماسية ناعمة وراقية وأكثر من ذلك في بلاغة الكلام المزيف للأسف بينما الفلسطيني يسحق ويدبر له الكثير في عين الحلوة لأن كل الإرهاب وكل البؤر الأمنية تدفع دفعا إلى عين الحلوة ويترك لهذا الجو الإرهابي أن يتنامى ونتغاضى عن واقع ما يجري لشعبنا الفلسطيني في الشتات ونأخذ فرادة مخيم نهر البارد مخيم صبراء وشاتيل عيد الإسرائيليين ثم مخيمات البوس في محيط بيروت وفي الجنوب وكذلك الأمر الآن ما يدبر وبقسوة والجرح سيفتح على مصرعي ولكن داني فقط أسأل هنا أستاذ أنوار يعني في مقارنة والوضع بالمناسبة نعم بالمناسبة سيدة ضياء نعم الوضع في مخيمات الأردن أكثر سوءا ليس أفضل بكثير السياسي نعم لا لأنه البعد بالنهاية البعد السياسي أين اللاجئ من قضيته من حقه من ثقافة المقاومة أين هو المطلوب قهر هذه الأوية هذه الثقافة وسحق إذا أمكن ماديا كما جرى في نهر البارد وسيناريو اليارموك الذي تكرر في مخيم درع في مخيم حندارات في محيط دمشق في أكثر من مخيم والآن سكين الإرهاب على مخيم مثلا خانشيح في ضواحي دمشق نعم دعني فقط مقارنة بين المخيمات بين أوضاع المخيمات أو بين تداعيات ما جرى في مخيم نهر البارد وما يتخوف أن يجري في مخيم عين الحلو وما يجري حاليا في مخيم اليارموك ألا ترى هناك الفرق كبير يعني عندما هجم عندما فتح الإسلام يعني هاجمت الجيش اللبناني على أبواب مخيم نهر البارد وأيضا افتعلت حربا وما حصل من تدمير لمخيم نهر البارد قيل حينها بأن هناك هدف واحد هو السحب حق العودة وأيضا إلغاء حق العودة القرار 193 من الفلسطينيين بينما ربما في سوريا الوضع مغاير تماما صحيح اسمه مخيم لكنه ليس مخيما بكل الأحوال والفلسطيني موجود بكل راحة في سوريا صحيح ولكن هذا المخيم اختطف هذا المخيم نهب دمرت سرق هذا المخيم 180 ألف نسبة أكبر تجمع فلسطيني في سوريا في قلب هذا المخيم 180 ألف نسمة في مخيم نار البارد كما تعلمون عدد سكان نار البارد كان في حينه حوالي 35 ألف نسمة هذا رسميا اليرموكلاو نعم مخيم اليرموك له رمزية خاصة مخيم اليرموك عاصمة المقاومة المعاصرة مخيم اليرموك قاعدة الارتكاز الوحيد التي ما زالت تتمتع بحرية حركة وظهير يحميها وحاضنة تقدم لها كل أنواع الدعم المادي العسكري الثقافي السياسي لينمو جيل بعد جيل مقاتل مخيم اليرموك في قلب سوريا وكان آمنا لذلك تدمير سوريا محاولة تقسيم سوريا إسقاط الدولة كان هو العنوان الاستراتيجي في ضرب القضية الفلسطينية أيضا بس قطبوا لاحظة أستاذ أنور أيضا مخيم نهر البارد هو عنوان اقتصادي كبير للفلسطيني أيضا في دول اللجوء صحيح أنا أعرف مخيم نهر البارد وعشت مخيم نهر البارد وأعرف أهله ولي به صداقات وأهل في قلب هذا المخيم كان شريان حيوي لكل المنطقة لكل عكار القريبة كان يأتون إليه وكان متداخل اجتماعيا ومتزاوج مع محيطه لكن العقلية المدمرة التي لا ترى في الفلسطيني إلا حالة أمنية ضخمت فتح الإسلام وقدمت لما سمي فتح الإسلام وسهلت لفتح الإسلام وقدمت الأرصد المالية له وعندما قطعوا عليهم المال انقلبت فتح الإسلام على أسيادها من فريق 14 آذار وتيار المستقبل حصرا وهذا السيناريو معروف كيف أن كان هناك سيناريو يعدل المخيم من خلال توظيف فتح الإسلام وكل ما قيل عن ذلك في محاولة التضليل واتهام بأن فتح الإسلام منتج سوري وغير ذلك يعني بات مكشوفا مع تبدل الأدوار وانكشاف الأوراق تقريبا يعني ويمكن لحظ ذلك في السيناريو والتهمة جوالة المتنقلة التي امتدت لنا حتى في مسألة اغتيال الرئيس الحريري والتي بآخرا رست مبدئيا عند حزب الله وربما تنتقل من عند حزب الله لتتفرع باتجاهة أخرى بكل الأحوال نحن نعيش الآن ذروة ذروة بصراحة مأساتنا كلاجئين أو كفلسطينيين لم يأتي يوم على قضية اللاجئين وهي عصب القضية الفلسطينية وهي التي تديم الصراع وتقلق الصهينا في المنظور الاستراتيجي أخطر مما كان لأن تيئيس أحباط الفلسطينيين هو الذي يدفع بكثير من الناس ودفع بالكثير إلى الهجر خارج سوريا نحن قلنا ونؤكد أنه بات هناك رقم قياسي خارج سوريا حوالي 150 ألف فلسطيني للأسف تبعث بالمنافي البعيدة وهناك البعض إذا أوتيحت له الفرصة سيغرق في الدول الأوروبية وسياسات التي ستسحب منه ذاكرتها بالعودة إلى مخيم اليارموك أستاذ أنوار أيضا أين تتجه الأمور برأيك كيف سيستتب الوضع في هذا المخيم بناء على ماذا هل هناك من حراك مستطر في الكواليس السياسية هناك من مبادرات ماذا يمكن أن يقال عن مستقبل المخيم وما يحصل فيه عندما كانت التسويات تتم وكان يجري الحديث عن تسوية مع بعض الاتجاهات أو القوى المسلحة داخل المخيم كنت أقول أن آخر نقطة في سوريا يمكن أن تبقى النيران مشتعلة فيها والاقتتال قائم ستكون مخيم اليارموك كان البعض يقول أنه هذا لا يتناسب مع الواقع وغير واقعي كنا نقول أي حديث عن تسوية مع القوى المسلحة داخل يارموك هو وهم وهو أشبه بطبقة البحث كان البعض يقول لا أنتم لا تريدون إغلاق هذا الملف قلنا لهم سنذهب بعيدا وأكثر منكم وفتتحنا نحن في الجبهة الشعبية القيادة العامة مواقعنا العسكرية لإدخال المساعدات الغذائية رغم خطور ذلك على هذه المواقع وعلى الخطوط التي أقمناها جرى ما جرى وأكثر من 18 محاولة لتوقيع اتفاق وفي اللحظة الأخيرة يفشل ذلك وكان ينتعش هؤلاء المسلحون ماليا وغذائيا ويبدو كحمائم سمال السلام ويصدر عندما تفشل تلك الاتفاقات أن الدولة وبعض الفصائل ويقال على رأس القيادة العامة أفشلت هذا الأمر 225 شهيد جلهم دفعناهم نحن في الجبهة الشعبية القيادة العامة طبعا عندما أقول 225 شهيد هم من أبناء اليرموك ومن أبناء المخيمات الأخرى سقطوا على أبواب اليرموك وهم يتقدمون في قلب اليرموك حتى استطعنا قبل أن تظهر داعش أن نتقدم إلى مسافة عادل 25 إلى 30% في قلب مخيم اليرموك البعض كان يأخذ علينا البعض كان يهاجمنا يطعننا يشوه هذا الدم الزكي ويسيء إليه وأنتم تعلمون أن فصائل فلسطينية قد نعت بنفسها ليس رفقات عن موضوع اليرموك عن القضية وعن هذه النيران المشتعلة في المنطقة كلها تحت عنوان أننا نريد أن نحيد أنفسنا كيف تحيد نفسك حتى الآن المنطق الذي يقول فيها عبدالس ربما تحيد النفس أستاذ أنوار ليس أفضل أن يكون إلى جانب الحملة العسكرية على اليمن ربما كان مننا الأفضل أن يبقى فعلا محايدا من دون تصريح تحييد النفس في قضايا الشعوب تحييد النفس عن قضية شعبنا هو خروج من الشرعية لأن شرعية فلسطين المقاومة لأي قائد كان لأي تنظيم كان هي مكتسبة من خلال الوقوف إلى جانب شعبنا أحلامه أهدافه آماله المستقبلية بالتالي الشرعية الحقيقية أن نقف إلى جانب من يقاوم دفاعا عن حقنا وعن قضيتنا ويقدم الدم ويدفع الدم ويدفع الأثمان الثقيلة كما تدفع إيران كما يدفع حزب الله كما تدفع الشعوب العربية كما حتى دفع اليمن أيضا يا سيداتي يا سيدة المفارقة الخطيرة بصراحة التي أصابتنا بالصميم أننا نحن كفلسطينيين شعرنا بالخجل والخزي أننا نق أمام الشعب اليمني أنا أنا أقول نحن باسم الشعب الفلسطيني باسم الشعب العربي الفلسطيني المظلوم هذا الشعب الذي يدافع منذ أكثر من 64 سنة باسم هذا الشعب الذي يعني ذبح وجزر به على أيدي النظام الرسمي العربي قبل العدو الصحيحي نحن نعتذر من الشعب نحن نعتذر من الشعب اليمني نحن نعتذر من أنصار الله نحن نعتذر من كل المكونات السياسية اليمنية باسم الشعب الفلسطيني وأنا أقول نحن في الجبهة الشعبية القيادة العامة ومنذ اليوم الأول وقبل أن يصدر أي موقف عن أي قوة عربية أو إسلامية منذ اللحظة الأولى أصدرنا بيان وموقف رسمي واضح وصريح أننا نقف إلى جانب الشعب اليمني هذا الشعب اليمني شريكنا في الدم شريكنا في الهم شريكنا بالأمن القومي هذا الشعب اليمني الذي استشهد منه داخل جبهتنا بعض الكوادر القيادية كانوا يقاتلون إلى جانبنا وفي غير المنظم أو في غير الحركات أيضا والفصائل وفي غير المنظمات لكن أنا على الأقل أعرفهم أعرف أبو جاسم وأبو تمام وأعرف أبو محمد وكلهم نقول لهم أبو جاسم اليمني فلان اليمني كلهم بأسمائهم السمراء وقاماتهم الرشيقة وفعلهم العميق وروحهم الوثاب نحو التضحية من أجل فلسطين ذلك نحن جزعنا وهلعنا وبصراحة أصابنا الكثير من الأذى بعد هذا التصريح للسيد محمود عباس الذي أيد به عاصفة القتل والتدمير والإجرام باسم الأمن القومي محمود عباس يتحدث أنه ضد التدخل بالشؤون العربية إذن إذا كنت تريد حقيقة لا تتدخل بالشأن العربي لماذا وقفت ضد الشعب اليمني لماذا وقفت ضد إرادة الشعب اليمني حقيقة نحن بالنسبة لنا هذه أسئلة العارف المرة لأن من وقف ونسق مع العدو الصهيوني ضد من يقف إلى جانب المقاومة ضد شعبنا بالضفة الغربية ضد أنا فلسطين المحتلة 48 اللي قال لهم باي باي أنا لا أريد صفاد وبالتالي هؤلاء مواطنيون إسرائيليون يعني أصبح المواطن الفلسطيني داخل فلسطين مواطن إسرائيلي داخل القدس الشرقية الغربية مواطن إسرائيلي وأسقط عنهم حقهم وسمح لنتنياهو بل أنه فتح الطريق الاستراتيجي ليهودية الدولة نعم أنا أقول لك باختصار سيد ضياء إن من ينأى بنفسه عن تحرير مخيم اليارموك عسكريا وينسق أمنيا مع العدو الصهيوني ويؤيد عاصفة القتل ضد الشعب اليمن هذا يغطي العدوان المستمر على أهلنا في فلسطين والعدوان الإجرامي عدوان الناتو ناتو العرب وناتو أمريكا وناتو السعودية ضد أهلنا في اليمن هذا اليمن الذي يجب أن يكون سعيد وأعتقد أن باب السعادة قد فتح الآن لكي يتحرر اليمن من الهيمنة الخليجية فمن ينسق مع هؤلاء ومن يرفض مقاومة داعش عسكريا في اليارموق ومن يرضى بالفتات وبالمال الذليل المال المسموم هذا يغطي داعش هذا يغطي الناتو هذا يغطي القتل وما عاد هناك مجال ننصف الكلام أنا الأوان لنقول نحن بحاجة إلى مواقف حاسمة داخل الساحة الفلسطينية دعوا الشعب الفلسطيني وأنا هنا أتوجه للنخب وأتوجه إلى القادة وأتوجه إلى كل الفصائل الفلسطينية من ما زال لديه بعض ضمير ومن ما زال على الموقف الوطني ومن يقبض على جمر هل تأثرت الفصائل الفلسطينية نعم أستاذ أنوار هل تأثرت هل تأثر موقف الفصائل الفلسطينية الموجودة في سوريا التي كانت إلى جانب الحل العسكري بناء على موقف السلطة هل تغير بعد تغير موقف السلطة هذا فعلا سؤال موجع لأن كانت جميع عندما أعلن محمود عباس الكثير أو كل اللجنة التنفيذية فصائل منظمة التحرير بدأت تتبارع تتبارع الصورة تتبارع الموقف تتبارع نعم نحن جاهزون وسنقوم اعتبارا من غد واجتمعت الفصائل الأربعطاش هنا في دمشق لتعلن الحرب على داعش وبدأت الأصوات بعد أن لحس كلامه السيد محمود عباس تتلاشى وبدأت يعني تميع وهي تتفاوت نسبيا بين موقف فصيل وآخر بعض الفصائل أيضا انقلبت فجأة وللأسف هذه الفصائل عندما أتحدث عن بعض الفصائل يا سيدة ضياء لا أريد أن نحرق خيوطنا مع الجميع لكن بعض فصائل منظمة التحرير دون أن أسميها يعرفها أهلنا ما زالت تفتح مكاتب داخل مخيم اليرموك ومتعايش مع جبهة النصرة وأنلك كوادر قيادية لهم ينسقون مع جبهة النصرة ويتحدثون كانوا خلال المفاوضات ومعامليات ما يسمى بالتسوية والبحث عن حل سياسي مخيم اليرموك كان صوتهم في وجهنا أعلى من صوت النصرة بكل الأحوال أنا أقول لك هذه الفصائل الآن أمام لحظة حاسمة بعضها أقول أنه بصراحة لم يعد موضع أمل لم يعد موضع تعويل لا أحد من أهلنا ومن شعبنا يراهن عليه وبصراحة خلينا نكون على بساط أحمدي نعم الشعب الفلسطيني الذي تأذى كثيرا بسبب سياسات قياداته وخذلاني الكثير من المنظمات وهذه المسائل والمواقف الرغوية أو الرخوية أو الحربائية سميها ما شئت هذه المواقف المتلونة يا سيدتي لهذه الفصائل التي لم تكن على مستوى وقدر المسئولية من قضايا الأمة عندما نتحدث عن قضايا الأمة نتحدث عن الأمن القومي العربي الذي لا يمكن أن يكون له معنى بدون الوقوف إلى جانب فلسطين لا يمكن أن يكون له معنى بدون تعزيز إطار تحالف المقاومة الممتد من طهران إلى حزب الله إلى فلسطين المقاومة إلى سوريا الآن عاصمة المقاومة العربية لذلك نحن أمام إما هذه الفصائل مخيم اليارموك بات معيار للموقف للموقف بصراحة الحاسم إما أن نكون إلى جانب شعبنا حيث نحن نستطيع يعني إحنا لا نستطيع أن نثور الضفة الغربية بين ليلة وضحاها هناك بطش الاحتلال ويد قوات الإرهاب التي تنس باسم السلطة الفلسطينية لكن في اليارموك الدولة تقدم لنا المساعدات الدولة السورية تقدم لجسيا وتقدم ما نريد من سلاح لكنها سياسيا حتى لا تهب عليها عواصف الحزم من منظمة محمود عباس أو منظمات دول الخليج لا تريد أن تدخل في قلب مخيم اليارموك ويبدأ الطنين والزعيق والعويل باسم الدم الفلسطيني أليس معيبا أن يصدر بيان يا سيد ضياء باسم منظمة التحرير ماذا يقول أنه هناك من يريد أن يدمر مخيم اليارموك بحجة تحرير المخيم هذا البيان هو الذي جاء بعد موافقة عباس ثم انسحابه والآن لمعلوماتك هو يريد أن يبرر موقفه وأرسله للحكومة السورية يقول نحن معكم في محارب الداعش نحن معكم فيما وهذه معلومات يعني ربما تقال أول مرة لأنه سئل واستفسرت الخارجية السورية عن ذلك وما الذي حصل وكانوا غاضمين جدا فيرسل لهم السيد محمود عباس أنه مع الدولة في مواقفها وفي حربها الإرهاب ولداعش ومع ما تريد أن تأخذه في اليرموك لكن فلسطينيا هو متفرج الموقف النائب النفس حتى لو نحن كفصائل تحالف نحن يعني جمعنا أنفسنا وقلنا سنواصل هذا الموقف يعني أستاذ أنوار هو ضد الغطاء السياسي بالضبط هذا ما أتحدث عنه أن يشكل غطاء سياسيا نعم على كل حال يعني عن هذا الموضوع وماذا يؤثر هذا الموقف الذي خرج به أبو مازن طالما هو من غير مصلحة المخيم مخيم اليرموك ولا هو من مصلحة الفلسطينيين والسوريين الموجودين في هذا المخيم بماذا يؤثر ولكن بعض الفاصل أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود ابقوا معنا أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين إلى الجزء الثاني والأخير من برنامج آخر طبعة أعود وأرحب ضيفنا من العاصمة السورية دمشق مسؤول الإعلام المركزي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة الأستاذ أنور رجع أهلا بكم مجددا أستاذ أنور كنا نتحدث عن موضوع الفصائل الفلسطينية وكان السؤال قبل الفاصل لنفترض أن الفصائل الفلسطينية قررت التدخل العسكري وأمنت الغطاء إذا بدك السياسي كما نقول لأي تدخل عسكري في المخيم وطالبت به بشدة ما هو تأثير قرار السلطة أو قرار أبو مازن على قرار الفصائل الفلسطينية هذه نقطة في غاية الأهمية بصراحة يعني كما يقال اللي بيكون للعصي مش مثل البعدة مية بالمية أكيد هذا أكثر من عصي في جرح في العين في الرأس في الذاكرة للأسف أقول أنه في واقع إحنا محكومين له هذا الواقع أن هذه السلطة معترف بها عربيا إقليميا دوليا فبالتالي كان هناك جانب معنوي لموقفها يعني هذا السبب أنه البعض يعني كان يبحث عن هذا الأمر ربما هو على مستوى الدولة على مستوى الدولة السورية يعني له اعتبار أوسع منه كفصائل لأن الدولة السورية تريد أن أقل قدر ممكن من الخسار أن تحد من الخسار فبالتالي عندما يأتي هذا الطرف الممثل في الجامعة العربي ويقول أنه آن الأوان تحرير المخيم عسكريا هذا يشكل نوع من الغطاء السياسي ولكن بواقعية أيضا واقعية ثورية وواقعية المأساة التي نعيشها نقول نحن لسنا بحاجة إلى غطاء سياسي في مثل هذه الحالة عندما يكون الغطاء السياسي مليء بالثقوب والعورات إذن علينا أن نبحث عن غطاء بأنفسنا من أهلنا هناك من يطالبنا يوميا هناك أصوات تصرخ هناك نساء تبحدلت هناك نساء ذلت هناك أعراض اغتصبت هناك فلسطيني يعني تمرغت سمعته بالوحل بسبب هذا اللجوء إلى الرصيف خارج المخيم وهناك من هاجر من تحت يد داعش ومدت له أيدي القتل كي تأخذه بعيدا عن قضيته بدأ العبث بالوجدان والعقل ونكون واقعيين خسرنا وخسرنا كثير ومن حاضنتنا ومن أهلنا وبدأ هذا الخزان الاستراتيجي لحق العودة بصراحة ثقب لنقولها بكل وضوح بعيدا عن لغة الشعر والوجدان هذا الثقب ويجب أن نعمل على سد هذه الثقوب لخطورتها الاستراتيجية على الأجيال القادمة أما الفصائل فمن هون هي التحمل المسؤولية اليوم أنت الأبوات وأنت القيادات ونحن من يتصدر المشهد ماذا سيقول الجيل القادم عنكم هل سيبقى مخيم اليرموك بحيويته بذاكرته والأزمة تطول وتطول وننتظر الغطاء من محمود عباس عشرين سنة ماذا فعل هذه السلطة لشعبنا عشرين سنة من الإنيار الداخلي عشرين سنة من التفكك والتفسخ واللي بسوى وما بسوى شمت فينا وكاننا إحنا راية المقاومة وراية العروبة بدأنا نحن على الهامش مش الآخر الطابور نحن على الرف فإيه سيدتي بالنسبة لهذا الغطاء نقول نحن الآن لسنا بحاجة تيله ربما وأقول لك حول ما سبق وتحدثت به أن أرسل محمود عباس للخارجية السورية تفسيرا نقاط أنه معكم وإذا بدكوا تحرروا ليرموك حرروا أسقط النقطة الثالثة وهذه المعلومات هي موجودة لدى لا فقط دقيقة دعني أدقق في هذا الكلام إن كنت فهمت عليك أستاذ أنوار أبو مازم بعد أن خرج هذا البيان الذي قال بأن ضد أي تدخل عسكري أرسل للخارجية السورية ما يفيد بأنهم مع تحرير اليرموك على أن يحرروا الجند السوري والدفاع الوطني والفلسطيني يغنيها ليلي عين على كل حد دعني فقط أستاذ أنوار نحن مستمرون فضلي نعم سنتحدث عن هذا الموضوع وتداعيات موضوع أن يكون هناك تحرير كما يقول لي مخيم أليرموك عبر الجيش السوري دون الفصائل الفلسطينية ما هي هذه التداعيات ولكن هذا خطير هذا خطير طبعا سنتحدث عنه ولكن أيضا معنا هنا أيضا في الحدث اليوم لدينا بعض المعلومات أيضا الخطيرة والمهمة والتي لابد من إلقاء الضوء عليها فقط تاك يعني لنستفيد فيها خلال النقاش نذهب إلى الحدث اليوم والتفاصيل الأخبار رجل السعودية يظهر في تركيا يستحق يستحق ظهور ظهران علوش في تركيا كل الجدل الذي أثاره تنبع أهميته من توقيت الحدث بالتزامن مع ارتسام ملامح مرحلة جديدة من الحرب السورية التي يبدو أنها ستضمن انتقال التوافق السعودي التركي من مرحلة الاتفاق على الأهداف إلى التوافق على الأدوات والآليات الأهم من طريقة خروج علوش هو أسباب خروجه وهو المحسوب في الدرجة الأولى على السعودية دابت مصادر جيش الإسلام بين وقت وآخر على تأكيد أن معركة دمشق القبرى هي الغاية ومن أجلها يجري الحشد وبت من المسلم به أن طبخة ما تعد في المطابخ الإقليمية وأن علوش أحد مكوناتها وقاصة أن تقارير عدة تحدثت عن مرحلة تنسيق جديدة بين اللاعبين السعودي والتركي وتنسجم هذه المعطيات مع ما أكده مصدر محسوب على أجناد الشام من أن علوش ليس القائد الوحيد الموجودة في تركيا حليا المصدر أكد للأخبار أن معظم القادة المعروفين وصلوا أو على وشك الوصول إليها تمهيدا لسلسلة اجتماعات سيشارك فيها سليم إدريس وعسكريون آخرون ديرش بيغل وثائق سرية تكشف هيكلية داعش ضابط سابق في استخبارات الرئيس العراقي الراحل صدام حسين هو العقل المدبر وراء سيطرة داعش على شمال سوريا الضابط يدعى سمير عبد محمد الخليفاوي وهو معروف باسمه المستعار حج بكر 31 صفحة من الوثائق المكتوبة بخط اليد كشف عنها في سوريا وهي تظهر أن السيطرة على شمال البلاد كانت جزءا من حطة محكمة أشرف عليها لخليفاوي باستخدام أساليب أتقنها في عهد الجهاز الأمني لصدام وهي التجسس والخطف والقتل الخليفاوي كان ناقما وعاطلا من العمل بعدما حلت السلطات الأمريكية الجيش العراقي ويعتقد أنه احتجز في معتقلات أمريكية عام 2010 كان حج بكر ومجموعة صغيرة من الضباط هم الذين اختاروا أبو بكر البغدادي زعيما رسميا لتنظيم داعش الخليفاوي قتل في إحدى المعارك في يناير كانون ثاني عام 2014 بعدما ساعد على الاستيلاء على مناطق واسعة من سوريا لوفيجارو اليمن اليونيسيف يضق نقص الخطر قال المتحدث باسم منظمة اليونيسيف في اليمن محمد الأسدي إن الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم وشرح للصحيفة أن 85% من السكان تأثروا بالصراع انقطاع التيار الكهربائي يزداد هناك نقص حاد في الوقود وفي بعض المناطق بات الوصول إلى المياه مستحيلا وشراء الطعام يمثل تحديا يوميا وأضف الأسدي أن اليمن يعتمد كثيرا على استيراد المنتجات مثل القمح والطحين لكن الحصارين الجوية والبحري يجعلان وصولها مستحيلا وبالتالي فإن النقص يحتدم والأسعار تتضاعف أكثر من نصف المواطنين يعانون عدام الأمن الغذائي أما الأطفال فيؤكد الأسدي أنهم تأثروا بصورة مروعة وأن عدد القتلى من الأطفال يقدر بسبعة وسبعين أستاذ أنور قبل أن نذهب إلى التحليل أو التعليق على موضوع ديرش بيغل ووثائق سرية تكشف عن هيكلية داعش وهو رجل تابع لجيش العراقي السابق وأيضا ماذا تحدثت صحيفة الأخبار عن رجل السعودية زهران يظهر في تركيا فقط أريد الإجابة عن موضوع كنا تحدثنا عنه قبل الحدث وهو ما هي التداعيات هل يمكن من دون غطاء سياسي أن يتم تحرير اليارموك بالتأكيد لأن عملية تحرير اليارموك حتى وإن بدت لربعض بطيئة هي جارية نحن لا ننتظر لا نريد كنا نفضل ذلك يعني كان ممكن أن يكون هذا أحد مواقف عباس التي بصراحة يكفر بها عن مواقف أخرى نتيجة هذا النأي الذي سبب العذاب الكبير لشعبنا أو عذابات أخرى لا علاقة بأوسلو لكن نحن لسنا بحاجة لهذا الثوب المهترق نحن نقوم الآن يوميا بتقدم في قلب اليارموك نحن استفدنا من هذا الخلاف الذي وقع بين المجموعات الإرهابية بين بعضها البعض نتيجة الخلاف على السلطة نتيجة انهيار الأكناف التي لجأت إلينا وللدولة نحقق وحققنا على الأرض وأنا أتحدث لك من قلب المخيم يعني هل ما استطيع أن نحدد يعني من يسيطر حاليا لمن يسيطر حاليا على الأرض في المخيم بكل ثقة تستطيع أن تحددي وأن بنفس الوقت يعني ترتاحي جيدا وتطمئني أن مخيم اليارموك يوميا هناك تقدم مدروس فوق الأرض وتحت الأرض وبات يعني للدقة الدقيقة حوالي 45% حتى لا يأخذ علي البعض أي مبالغة من مخيم اليارموك بيدنا هناك نقاط مسيطرة عليها بالنيران كليا وهناك نقاط تحت السيطرة ميدانيا نحن وبقية فصائل التحالف والدفاع الوطني والدولة السورية ليست بعيدة يعني ليست متفرجة سياسيا أو ما يمكن أن يساهم بتعزيز هذه الجبهة الفلسطينية المقاتلة من أجل حق العودة هذا الدم الذي يقدم يوميا لإعادة على الأقل ترميم هذا الحق من خلال استعادة مخيم اليارموك لكن الجيش السوري والموقف السوري ما زال ثابتا لن ندخل مخيم اليارموك على الفلسطينيين أن يتولوا هذا الأمر ونحن بكل جدارة قادرون على ذلك وحققنا إنجازات هناك نيارات معنوية في السابق لن الجيش السوري والطيران السوري مساعدة للفصائل الفلسطينية بدرب داعش ولكن هناك أصوات خرجت وملأت التواصل الاجتماعي بأن الجيش سوريا ترتكب الجرائم والمجازر بحق الفلسطينيين في مخيم اليارموك تدعي أنها تضرب داعش ولكنها تسقط البراميل المتفجرة على الناس ما ردكم على هذا وما حقيقة فعلا هذا الموضوع لا يعني هذا العجب الغريب هذا يعني قمة التناقضات ومهزلة هذا الإعلام وهذا يعني لم يعد هناك يعني شيء في هذا السقوط الإعلامي والسياسي بصراحة يمكن أن توصفي فيه عندما يقصف الجيش السوري تجمعات الإرهابيين مثلا في الحجر الأسود لا يقال أن الجيش يقصف تجمعات الإرهابيين يقولون الجيش يقصف الحجر الأسود إذا سقطت قذيفة في مخيم اليارموك يقال الجيش السوري يقصف مخيم اليارموك أن يقال أنه فيه استداف لداعش أو لجبة النصرة مستحيل يعني أنا هذه اليوم على البي بي سي إحدى بمقابلة ما أسأل أنه هل الجيش السوري يقصف المخيم طب أنتم تحدثون عن داعش في اليوم الذي دخل فيه المخيم داعش والنصرة فعندما يرد الجيش ويقصف أو يقيم حزام أمني لا يتحدثون عن اليارموك لا يتحدثون عن داعش لا يتحدثون أنه يواجه خطر إرهابي هم يقولون أنه يقصف ويقتل المدنيين بكل الأحوال يعني باتت هي أسطوانة مشروخة وممجوجة لكن قدرنا أنه في كل تفصيل نضطر أحيانا أنه جابه هذا الزيف وهذا الانحطاط وهذا السلوك الذي ليس له تفسير بالإعلام أو بالأخلاق أو بالمنطق أو المصرح أنت مضطرة يا سيدتي للأسف أن أحيانا تبعثر وقتك وأن تضيع الوقت على الكثير من البدائية دعني فقط أختم أقل من دقيقة للأسف انتهى الوقت أستاذ أنور ولكن لابد أن نتطرق إلى الموضوع الذي تناولته صحيفة الأخبار رجل السعودية يظهر في تركيا وهو زهران علوش للتحضير لشيء ما يعني طبخة إقليمية عسكرية قيد الإعداد طبعا حضرتك بأجواء ما قيل في السابق عن أن الحلف العسكري الذي يضرب اليمن سيتوجه بعد اليمن إلى سوريا بأقل من دقيقة لو سمحت التعليق اسمحي لي أقول أن هذا تمهيد لعادة ترتيب وضع جابة النصرة نتيجة الخلاف المالي والخلاف السياسي والخلاف هو ميداني بين حرامية ولصوص وقتلة الرؤوس المشغلة تريد أن تعيد جابة النصرة إلى الميدان سياسيا وحتى تسقط عنها ما أصدرت جبهة الخارجية الأمريكية أو الدول الأوروبية بأنها تنظيم إرهابي لكن أنا أريد أن أذهب بآخر طبعا إلى آخر كلمة بأقل بأقل من نصف دقيقة كل هذا الأمر بالنهاية يدعونا للقول أن معركتنا بالنهاية هي معركة انتصار التحالف المقاومة الأهم ليس ذهب علوش إلى تركيا الأهم أن نعم أن سوريا الآن تحسم وأن هناك أخبار ستكون في القريب العاجل في الجبهة الشمالية وفي الجبهة الجنوبية عن إدلب تتحدث عن إدلب ولعل نعم ولعل مخاوف نتنياهو بعد الاتفاق النووي مخاوفه من أن ينتعش هذا التحالف اقتصاديا وسياسيا وأمنيا هو لا يخشى إلا ما قالوا بالأمس وهذا هذا مهم جدا على كل مواطن عربي كل مقاوم كل من ناء بنفسه أن يسمع كلام نتنياهو الذي قاله أول أمس قال نتنياهو نحن بصراحة كل عام ننظر على الصواريخ المقاومة ننظر إلى صواريخ إيران ننظر إليها وهي تزداد قوة وشدة ويزداد فتكها لكن كل شيء يتغير إلا عبارة الموت لإسرائيل التي تكتب على هذه الصواريخ الموت لإسرائيل تمتد من اليمن الآن إلى العراق طبعا في العمق الاستراتيجي طهران الموت لإسرائيل في جنوب لبنان يد حزب الله المقاومة وهي اليد التي فعلت وستفعل ويد شعبنا ومقاومتنا في اليارموك وفي فلسطين وفي أراضي 48 يد المقاومة ستظل هي العليا رغم كل الأصوات النجاس كل المواقف السياسية الباهتة قضيتنا ونختارنا نسبيا سننتصر حتما أستاذ أنور مسؤول الآلة فستاذ رواي خليني أختم بالتحية للشهر بلش يعيته وبالاعتذار من الشعب اليمني وهم منتصرون حتما على عاصفة النذالة والخصة والعمال لأمريكا وإسرائيل شكرا لك مسؤول الأعلام المركزي في الجبهة الشعبية القيادة العامة الأستاذ أنور رجا شكرا جزيلا على وقتك ومشاركتك وكل المعلومات التي أفتنا بها ولكم أيضا مشاهدي قناة الميادين شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء صباح الغد اشتركوا في القناة